بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السلام. اهلا معكم عزيزي طلبة وطلبات الصف الاول اعدادي. النهاردة ان شاء الله ناخد المراجعة التانية في الجبر بازن الله من بداية الفيديو الجاي في الجبر. هناخد بقى اسئلة مختلفة عن اسئلة بتاع كتاب المعاصر دي انا كلها اسئلة منكررة وسهلة مش فيها حاجة. بازن الله من الاول فيديو الجاي هناخد اسئلة فيها افكار اه وبرضو اسئلة امتحانات يعني مش من عندنا ولا اسئلة صعبة لا هي برضو موجودة في الامتحانات اه في المدالس اللي هي الصغيرة دي والادارات الصغيرة تعالي نتكلم او نحل بازن الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي هنا احتمال الحدث المستحيل طبعا بصفر. يعني حاجة عمرا ما تحصل. والحدث المؤكد بكام بواحد. هنا جزر المية ناس اربعة وستين. الغلطة الشنيعة لكل الطلبة بتغلط فيها. اللي هو يوم قيل ايه? جزر المية عشرة وجزر الاربعة وستين تمانية بقيت عشرة ناس تمانين اتنين. غلط يا حبيبي. اي عملية حسابية تحت الجزر لازم بتعملها الاول. يعني انا مصطرة عملية حسابية. يعني هنا مسلا عندك فيه مسألة نقص يبقى مية انا ساربعة وستين. خد الجزر يديك كام? اولا اه اطرح الاول هيديك كام ستة وتلاتين. يبقى جزر ستة وتلاتين بكام بستة. هنا اتنين على خمسة قوس سالب اتنين. فينا مشكلة. ايه المشكلة? فيه هنا مشكلة? ايه المشكلة? فيه هنا مشكلة? ايه المشكلة? ان انت عندك هنا قوس سالب اتنين. تمام? ولازم اتخلص من السالب ده. احنا نعمل انشاء لبها. بدل ما هي اتنين على خمسة نيخليها خمسة على اتنين. وبرضو الكل هتبقى قسة اتنين. ما تقولش السالب اتنين بقى. ما احنا عملنا كده عشان تخلص من السالب. خمسة قسة اتنين بخمسة وعشرين واتنين قسة اتنين بكام باربعة. طبعا من عايز ده على الصورة الكياسية. كل ده سهلة سهلة ومباشرة. تفهة جدا. ده انت لو جالك متحمل دول يعني تبقى غلطان جدا لو ما قفلتش في الدرجة. بجد يعني بأمانة يعني. بنجي عند الرقمين الاخارة بتجي بحط علامة في النص كده. تمام? بقى التمانية ونص. تمانية ونص في عشرة. دي سابتة كده عشرة قسة كام? عدة من اول على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة قسة ستة. اه مسألت لعملات الحسابية او ترتيب لعملات الحسابية باجي عند الزئل والناقص وبعمل سككين بعمل سكينة. اه هنا في زائل ما في زائل فينا ناقص اه اعمل هنا كده شرطة كده. احل دا الواحدة واحل دا الواحدة عشرة على الخمسة فيها الاربعة الناقص ناقص. اتنين قسة اتنين يعني اتنين قسة اتنين يعني مضروف نفسهم مرة اتنين باربعة. اربعة لس اربعة يديني كان زيكو. المعكوس الجمع للعدد ده. ده بتاخد الجازر بتاع ده يديني اتنين على تلاتة. جاز الاربعة اتنين. وجاز التسعة تلاتة. لحد كده غلط. هتروح تختار على طول الاختيار اتناعة تلاتة. غلط. غلط 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 يعني. ليه? لان انا قال انت حلية الجازة. هو قال انا عايز المعكوس الجامعة يعمل حاجة. يبقى سالم اتناعة تلاتة. خلي بالك كل سؤال لازم ياخد وقته من التفكير. من حق انك تفكر فيه حتى لو كان سؤال تافي. حتى لو كان السؤال ده. احتمال حدث المستحيل. فتخلي بالك. علشان ده نهاية السنة وانت الدرجة دي انت عايزها. علشان تبقى تجيب درجة حلوة كده وتقضي اجازة حلوة يعني بازن الله. مجموع الجازرين التربعيين للعدد خمسة وعشرين. يعني الجازر خمسة وعشرين دين موجب او سالب ايه? خمسة. اجمع حملي بقى. لو موجب خمسة نقص خمسة. دين ايه? صفر. ازا كان اتنين سين بساوق اتنين. يعني اتنين في سين. السن دي يعني نقطة. اتنين في ايه? بدين اتنين. اه? اتنين في ايه? بدين اتنين. اتنين في ايه? يديك اتنين في واحد. يبقى تلاتة بواحد. تلاتة في واحد بتلاتة نقص واحد يدين ايه كام? اتنين. قولك يا حجر نرد منتزم مرة واحدة فإن احتمال زهور عدد اصغر من الواحد في حجر النارد. زهور عدد اصغر من الواحد. من على صفر? لا طبعا. فالاحتمال متاعي يكون ايه? صفر. طيب ممكن يجي يقول لك ايه? عند القاء حجر نرد فان احتمال زهور ايوة سلاس نقط. ايه تلات مقابلين? سلاس نقط او نقطتين. او خمس نقط. انت لو ملاحز هتفهمها. ايه سلاس نقط ونقطتين وخمس نقط دي? انت عندك اصلا حجر نرد منتظم. بتلاقي مسلا ولك سلاس نقط. في حجر نرد في الزهر بتاع بانك الحظ بتلاقي اصلا مش مكتوب عليه ارقام. بتلاقي معمول عليه ايه? البتاع كده. صح ولا لأ? معمول على نقط. ده معناه رقم تلاتة. هو ده معنى كلامه. خلي بالك. هو ده معنى كلامه. فتخلي بالك. العدل لازم يحقق المتمينة. سين نقص اتنين اكبر من واحد. من الرقم اللي نقص منه اتنين يديني رقم اكبر من واحد. واحد نقص اتنين ما تنفعش. اتني نقص اتنين صفر. الصفه رقم من الواحد لا ما تنفعش. تلاتة. تلاتة نقص اتنين واحد كم واحد لا بردو ما ننفعش. اربع لقص اتنين 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 اكبر من واحد او هي دей التي تنفع. ربع لعدد اربع است عشرين. مدام ربع يا اباح الاابعة على الاربعة. والاربعة دي استي كام استي واحد? انا بأس باخد اربعة واحدة. وهي عشرين اقص واحد يديك تسعتاشر. اول قيمة سلب اربعة قص wus خمسة في كزا 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 كزا. اخد سلب اربعة دي زي ما هي. اونا اقول له خمسة. وهنزل لتحت بقى ناقص تلاتة. في هقول له سلب تلت دي زي ما هي. وسبع ناقص ايه خمسة. بطرح. هنا السلب اربعة زي ما هي خمسة ناقص literal تتنين. في سلب تراتة زي ما هي وسبعة نسخمسة برضو تنين. السلب ده هيطير عشان قسي زوجي اربعة قسي اتنين في ستاشر. السلب ده هيطير عشان قسي زوجي تلاتة قسي اتنين بكام بتسعة? بقيت عندك التسعة في ستة في ستاشر بكام مية اربعة واربعين. اوجد مجموعة حل المتبينة اتنين سين زائد واحد. اتنين سين زائد واحد اصغر مين بتساوي الخمسة. طبعا الواحد ده هتودي الجهة التالية. معكس اشارته. هيبقى اتنين سين اصغر مين او يساوي الخمسة اللي زي مية? ناقص واحد. اتنين سين اصغر مين او يساوي خمسة ناقص واحد? اربعة. اتنين في ايه بالدكة اربعة? اتنين في اتنين. يبقى سين اصغر مين او يساوي ايه? اتنين. اقول له ازن ميمحة. ده اقام الاصغر من الاتنين. لازم تجيب الاتنين عشان اجاب على المتد يساوي اتنين واحد وصفر. الى مالة ايه? نهاية. الى مالة نهاية. هنا بيقول لي اختصر لابسط صورة. اختصر لابسط صورة. طبعا هناخد الجزل. الجزل التسعة تلاتة. السن تربيع بيسين. صدق اص اربعة. بكام صدق اص اتنين. ناخد الجزول. اربعة لجزلات اتنين. الف اص ستة في الف اص اي تلاتة. حاجات تفهة جدا. خمسة سين نقص واحد. بتسوي كام تسعتاش برضو. الواحد ده يروح الجاد تانية بالموجب. يبقى خمسة سين سين بتسوي. تسعتاشر زائد واحد. خمسة سين بتسوي. ده زائد ده يديني كام عشرين. خمسة في ايه دك عشرين? خمسة في ايه? ما دي في السين دي عن نقط. يدك عشرين. فالالبع يبقى سن بكم اربعة. يعني مجموعة الحلب كام باربعة. قلينا خلي بالك? المكياس عايز قيمة المكياس تكعيب على بق تكعيب. بولا عايز المكياس تكعيب على بق تكعيب. تمام? ركز معها بقى في اللي جايدة. الف تكعيب يعني اتنين قصة تلاته اتنين على الى الكل قصة تلاته. كويس. عال على. ما هو الايه اللي علي هو? ماشي. البق سلب اربعة على تلاته. ماشي الكل قصة تلاتة في المكياس. طبعا انت عندك المكياس هيطلع السلب ده موجب. خلاص كده براء. يعني براء. يعني اتنين على الكل قصة تلاته. على طاير السلب ده ولا كأنه موجود عشان ما كيأس. قصة تلاتة. كويس. طب و بعد ايه? بعدين ايه? حلة ازاي? الله ايه? دي قصة تلاتة. مم? ودي برضو قصة تلاتة? تمام. طب ما نجموا كلهم ونعمل غداوة كده ونجب البقسمات مع سندوتشات اللانشن ونحطهم كلهم قصة تلاتة. ازاي? يعني اجيب الاتنين على تلاتة ديات. علات اربعة على تلاتة ديات. وحطهم كلهم فوكوس واحد وقصة تلاتة. ينفع او طبعا ينفع. اتنين على تلاتة ديت هتتتعمل زي ما هي? ماشي? ده شغل بقى اربعة ابتداء وخمسة ابتداء العلاء دي تبقى فيه. اربعة تلاتة ديت تبقى تلاتة على اربعة. وبتنساش انه كل قصة تلاتة. التلاتة دي تروح معي التلاتة دي. هتفضل الاتنين على الاربعة هتقسمها. او ممكن تعمل الحزب هتطلع لك بنصف الكل قصة تلاتة. هتعمل على الحزب هتطلع لك بتكام واحد على تمانية. مستر ايه? انت بقى انت في لفة الملعروسة دي ليه? تبقى ما عملها على الحزب وخلاص وهخلص الدنيا وخلاص الموضوع انتهى. لا هيجي يقول لك في الامتحان اصلا باستواكتر معاصرها مش جايبها. مبينا بالخطوات. ايه? هيجي يقول لك مبينا بالخطوات. هتخلي بالك من حاجة زديدة. يبقى انا خدتهم هما الاتنين. انا طيارت السالب. وخدتهم هما الاتنين. هما دي قصة ثلاثة. دي قصة ثلاثة. وخدتهم في كارتونة واحدة وفي كيس واحد قصة ثلاثة. اتنى على ثلاثة دي زي ما هي. وعالة دي بقت فيه تلاتة على الاربعة. واش هالي ابتديه. تقرت ثلاثة مع التلاتة واختصرت وطلعت ال ايه? الناتج. بقول لنا مجموعة بطاقات مرقمة من واحد لحد عشر. فمحتمال سحب بطاقة تحمل عدد زوجي. اقول له كده. الحدث. عدد الاعداد الزوجية على العدد الكلي للبطاقات. العدد الزوجية. العدد الزوجية اتنين اربعة ستة تمانية صح? كده كم رقم عدهم هتلاهم اربعة. على عددهم كلهم عشرة. واختصرت هتبقى اتنين على الخمسة. طب تحمل عدد يقبل قسمة على تلاتة. التلاتة ومضاعفات. التلاتة ومضاعفات. يعني كل ما تلاتة وكل ما رزوها تلاتة. اقول له كده عدد الاعداد التي تقبل القسمة على تلاتة على العدد كل البطاقات. هيبقى تلاتة. وهزوت على تبقى ستة. وهزوت على تبقى تسعة. وقف لحد كده. لانه قلل لحد عشرة. يبقى كده تلات ارقام على عشرة. وهتستبزم هي كده لانه ما فيش فيها تبسيط. احتمال حدث المستحيل بكام? بصفر. احتمال حدث المستحيل ده بكام? بصفر. ازا كان تلاتة صار بصوى خمستاشر. يعني تلاتة في ايه يديك خمستاشر وتلاتة في خمسة. يبقى كم تصد بخمسة? سبعة في خمسة بخمسة وتلاتين. جازل ستة وتلاتين من مية. دي جازل ستة وتلاتين مية اصلاها ستة وتلاتين على مية. جازل ستة وتلاتين ستة والمية دي بكام? بعشرة بقت ستة من عشرة. السن بك تسعة والصاد بسبعة. فينا لكم العددية. الصاد الصاد بسبعة. نقس السين اللي هي بتسعة. قال لك الكل قس اتنين. التفاهة دي. سبعة ناس تسعة يديك سبعة ناس تسعة يديك سالب اتنين. الكل قس اتنين. السالب دا هيط staggering قس زوجي. اتنين قس اتنين بكام? باربعة. السبب تات على خمسة. والكل قس سالب اتنين. فينا مشكلة. عálزة تخلص مسالب ده. يبقى شقلب. هتبقى دي هات? خمسة على سالب تلاتة لكل قس اتنين. تبقى كده خمسة على سالب تلاتة لكل قس اتنين. علشان اتخلص من السالب ده. خمسة قس اتنين بخمسة وعشرين وسالب تلاتة قس اتنين بكهان بتسعة بقت خمسة وعشرين على تسعة. طيب. يا رب تكونوا فاهمين. معايا يعني. طب دلوقتي يلا نقسم كلا ستة على اتنين فها تلاتة. الف قس اتنين هنشيل منها الف الله ركز معا في الحيطة دي بقى. الف قس اتنين هنشيل منها الف قس تلاتة هيتفضل لالف بس طبعا عشان الفوق الصغير وتحت كبير حطها تحت الالف دي تحت. في الدول التاني. او الدول الاولاني في المزقى التحت. الف قس اتنين هنشيل منها الف قس تلاتة تاني. انا هكتبت ما اسأل هنا عشان لو واحد مش فاهم. ستة على اتنين فاتلاتة. الف قس اتنين هنشيل منها الف قس تلاتة تبقى صعبة شوية هتبقى واحد بس هيبقى سالب واحد. نين اصلاة تديني سالب واحد سالب واحد بحطه تحت. وسن اص اربعة على سن هنشيل منها سن قس تلاتة نشيل يتفضل لسين. حطها فوق عادي. بقى تلاتة سن على الالف. بس مية مية كده. احلى طريقة. عند القاء حاجة لنرد المرد مرتزم مرة واحدة فان احتمال زهور عدد زوجي. زهور عدد زوجي على طول نص وفردي نص. اولي نص. زهور كتابة نص. آآ زهور صورة نص. مربع مساحته فان اطول دلها مربع. مربع مساحته يعني الجزر. جزر جزر تربعين. تسعة واربعين دي جزرها سبعة. السنق برضو لازم نجمع الاوبعة كده اخد الجزر. هتلم طلع عشر. اي حاجة قصص فر بواحد. بقت واحد زياد ربع. واحد زياد ربع. واحد زياد ربع. الواحد ده اصله اربعة الاربعة. طب ايش عرفت? هنا تحت اربعة يبقى اصله اربعة الاربعة. طب لو كانت تحت هنا خمسة اصله خمسة على خمسة. لو كانت تحته هنا يعني آآ ستين باصله هنا ستين على ستين. اخذ اربعية واحدة ولا اربعة زياد واحد ديني كام? خمسة بقت خمسة على ايه على اربعة. عايز المقدار ده في ابسط صورة اظن ما بيش فيها حاجة صعبة هتفك القس وبعد كده ايه تختصر. صحب البطاقة عشوائية من البطاقات مرقب واحد العشرة فهم احتمل ان تكون البطاقة تحمل عدد فردية. العدد الفردية اللي هي الايه? او للحجس او الاحتمال. العدد الفردية اللي هي واحد بعد كده تلاتة خمسة سبعة تسعة كده كان رقم خمسة على كام على عشرة يدني كام نص. اول اول قيمة ده يدني بواحد. فيه. ده يطلع لي باربعة على خمسة وعشرين. فيه اخد الجزر بتاع ده خمسة ودي جزره كام اتنين. واحد ما ايه قيمة? اربعة على اتنين فالاتنين. وخمسة وعشرين على الخمسة فالخمسة. بقى الاتنين على خمسة. هحل دي الاول? اربعة وعشرين على سبعة ناقص خمسة لكل قس اتنين. احل لدي. او ده اربعة على هنس خمسة كام اتنين لكل قس اتنين اقولوا كده الاقواس. فك القس. اربعة وعشرين على اتنين قس اتنين باربعة اقول له القس. لازم الخطوات كده. اربعة عشين على اربعة فالكام فالستة. وازل معطلات والمتبينة سهلة. ازا كان ده عكوس ضربي هتحل دي الاول. ده هتطلع لي بتلاتة على الاربعة. ما تروحش تختار تلاتة على الاربعة غلط. قال لك انا عايز المعكوس الضربي يعني اشياء اللي بتبقى اربعة على تلاتة. اذا كان احتمال ناجحة الميز في احدى الامتحانات خمسة وتمانين من مية. فهم احتمروا سوبه? بقيت. بقيت المية خمستاشر من مية. دي طبعا كانت مراجعة السريعة كده ما علشش. انا متعب جدا وتعبان جدا الله. آآ بازل بكرة او بعده بالجدير قوي. اعملكم راجعة هندسة. وابقى في مساء الجديدة كده. شوفوا الخير بإذن الله. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.